يا مساء السعادة والسرور كل مننا سائر في هذه الحياة الدنيا هذه الحياة الدنيا دار ممر وليست دار مقر سائرين إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الدار الآخرة لكن كيف نعيش في هذه الدنيا وكيف نسير من من يسير في هذه الحياة الدنيا إلى الله سبحانه وتعالى ويعبده وهو في سعادة وفي راحة بال ومن يعيش هذه الحياة وهو في ضيق وضنك وحزن ما نقتلع في هذه القاعدة أن الحياة الدنيا دار ما مره ليست دار مقر رضي بما كتبه الله عز وجل وقنع بما أعطاه الله عز وجل رضي وقنع واستمتع بصحته وعافته وبصره وعقله واستمتع بما أعطاه الله عز وجل وخصه دون غيره ولا ينظر إلى ما أعطاه غيره ويرى أن الله عز وجل اختار له ما فيه الخير له لذلك تجده سعيد مبسوط في هذه حياة الدنيا وراضي بما كتبه الله عز وجل له غير الشخص الآخر اللي ينظر ما عنده الناس ولا ينظر بما عنده وبما يملك من مال وصحة ولون وجمال وعافية لذلك تجده تعيس وشقي في هذه الحياة الدنيا فأنت من يختار تكون سعيد أو شقي بعض الناس عايش دور دور الضحية دور الحزين دور المظلوم ووضع نفسه تحت هذه المظلة سيستمر حزين وكئيب ومكفهر الوجه لأنه هو الذي وضع نفسه تحت هذه المظلة وسيستمر سائر في هذا الطريق ما دام هذه عقليته وهذا تفكيره ولن تمر السعادة عليه بعكس الشخص الآخر وضع نفسه تحت مظلة السعادة والرضا والقناعة تجده مبسوط ويضحك ومبتسم وصابر وحامد لله والمصائب تجيه وحده ورد ثانيه لكنه راضي وقانع ويحمد الله عز وجل يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره على ما كتبه الله عز وجل عليه لأنه قانع أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه خيرا اختار لنفسك مقعد تكون فيه سعيد في هذه الحياة الدنيا استمتع بما أعطاك الله عز وجل من نعم من سمع وبصر وكلام وعقل وصحة كثير من النعم اللي أعطاك إياها الله عز وجل وقد حرم منها آخرون استمتع بحياتك استمتع بيومك استمتع بعائلتك استمتع بما أعطاك الله عز وجل واحمد الله عز وجل واشكره وانتبه فإن النعم تزول وتدوم بالشكر رسالة لكل من اختاره مقعد الحزن والبكاء والعويل مقعد ما أحد يحبني وأنا الضحية وكل الناس ضدي وأنا ما لي حظ بحياة الدنيا غير هذا المقعد التعيس إلى المقعد الآخر مقعد السعادة والوناسة والرضا بما كتبه الله عز وجل لك انتبه غيرك ترى موجود في المستشفيات ما له علاج أو له علاج يعاني بالليل والنهار وغيرك موجود في المقابر وانقطعت عنه الأعمال الصالحة وانقطعت عنه الحياة الدنيا فاستمتع بما كتبه الله عز وجل لك واختار المقعد السعيد وابعد عن المقعد التعيس ترجمة نانسي قنقر